أنا وأنت وأنت كل واحد من البشر بيخشى على نفسه الضياع يخشى على دينه الضياع يوم كل يوم الفتن كتير جدا يقول يا رب يعني دينه ما يضيعش يخشى على دينه أن يضيع منه أن يسلب منه إيمانه يخشى على زوجته يخشى على عرضه يخشى على عياله أولاده يخشى على ماله كل الأشياء دي معرضة للتلف دينك معرض أن يسلب منك أن تفتن زوجتك معرض لقدر الله يحدث لها شيء ابنك ولدك مالك كل هذه الأشياء معرضة للعطب اعلم يقينا يقينا أنه لا يقدر على أن يحفظ كل ذلك لك إلا الله عز وجل ممكن هو وحده وحده يحفظ لك دينك فتسلم فلا تصب بأذى في دينك يحفظ لك مالك يحفظ لك عرضك يحفظ لك وردك سيدنا إبراهيم عليه السلام زوجته خدها مرة ونزل لما ربنا أمروا بالهجرة وهو ماشي في الطريق مرة على بلدنا مصر دي وفي الطريق دخل مصر وكان فيها أحد الفراعنة كان الرجل دي غاية في الإجرام هذا الفرعون وكان عنده قانون يعني إن أي مرأة تأتي هذه البلاد وتكون جميلة يأخذها له يعني أعزكم الله يفعل معها المنكر إلا أن تكون هذه المرأة أخت لهذا الرجل الذي جاء معه أحد الجماعة الجواسيس شف سيدنا إبراهيم نازل وكانت سارة يعني جميلة غاية في الجمال فراح على الفور زي الطلقة كده راح للملك قال له ده في واحدة نزلت ومعها واحد لا تصلح إلا لك دي ما ينفعش تكون إلا ليك أنت بس كعادة المجرمين وبالفعل جاء سيدنا إبراهيم قال له مين دي قال له دي أختي طيب القانون نفع ما فيش قانون قانون إيه لا قانون جاب سارة غصبا عن سيدنا إبراهيم ليأخذ هذا الملك الجبار الغشوم الشهاد من الكلام ماذا يفعل إبراهيم مع هذا الملك بعساكره وماذا يفعل وقف يصلي يسأل الله الحقيق أن يحفظ عليه عرضه أن يحفظ له زوجته وصارا ماذا تفعل امرأة مسكينة ما أن دخلت على هذا الملك الجبار الظالم الغشوم حتى وقفت تصلي سبحان الله زوجها بيصلي هناك ويتصلي هنا عاجز ماذا يفعل وبينما هي تصلي ازدعت الله عز وجل قالت اللهم إنك تعلم أني آمنت بك وصدقت رسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فاصرف عني شر هذا الكافر أرب منها وقع الأرض كاد أن يموت ثلاث مرات حتى أنه يعني قال اصرفوها عني جئتوني بجني الشاهد من الكلام أن الله عز وجل قادر على أن يحفظ زوجتك حتى لو كانت وسط جبار ظالم كهذا الجبار الظالم يحفظ مالك يحفظ ولدك شوف الخضر عليه السلام لما راح القرية ولا أحطة جدار هيوقع يعمل إيه يبني الجدار طوبة طوبة وسيدنا موسى ينوله في الآخر بيعمل ده كله إيه قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صارحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما طيب إزاي بقى ربنا يحفظني يحفظني في ديني يحفظ زكتي يحفظ أولادي يحفظ مالك كيف أدرك السبيل السبيل بسيط جدا جدا قاعدة بتقول إيه إن الله لا يضيع أهله أن تكون من أهل الله يعني إيه أكون من أهل الله أهل الله جماعة درويش لا 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 هذا نصب باسم الدين هذا لا علاقة له بالدين إما إيه معنى أهل الله أهل الله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظك خلصانا احفظ الله يحفظك الجزاء من جنس العمل يعني برضو أحفظ ربنا يعني كيف أحفظ الله تحفظ الله أي تحفظ حدوده تحفظ أوامره تحفظ نواهي لم يقولك افعل تمتثل لم يقولك لا تفعل تمتثل لا تضيع أمر الله عز وجل ومن أعظم أوامر ربنا التي أمرك بحفظها إيه الصلاة الصلاة قال تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين قال إيه قال والذين هم على صلاتهم محافظون للأسف الشديد بص النهاردة الحياة كتب من الناس رجال أو نساء شباب أو غيرهم أين صلاتهم هل فعلا فعلا محافظون عليها الله عز وجل يقول في القرآن آية مخوفة يقول فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير أنت متخيل ممكن ربنا يحفظك وأنت تضيع أهم الأركام بعد التوحيد أين صلاتك كم تمثل في حياتك هل فعلا ترعاها فعلا ترعاها في مواقيتها بكشوعها بأدائها كما أدها صلى الله عليه وآله وسلم ولا بتصلي وخلاص ولا أصلا ما بتصليش قم إستانا ربنا يحفظك كيف أيضا أن تحفظ فرجك الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم شوف النهاردة الأسف الشديد كثير من الناس لا يحفظ فرجه لا يحفظ فرجه ثم يتمنى أن يحفظ الله تعالى فرجه وعرضه كيف ذلك تحفظ فرجك إلا على زوجتك يعني تغض بصرك ولا تذهب مع هؤلاء الذين يعربدون هنا وهناك فإن فعلت ذلك حافظك الله تبارك وتعالى ولابد ولم يضيعك